بعد سبعة أشهر طويلة من المشاورات والعراقيل يبقى اللبنانيون ينتظرون وعد تشكيل حكومتهم المنتظرة قبل الأعياد رئيس الحكومة المكلف وخلال تصريح له في مؤتمر في بيروت أعلن تفاؤله حيال تشكيل حكومة وحدة وطنية ورجح إعلانها في الساعات القليلة القادمة يجب علينا أن نشتغل بشكل غير طبيعي بالحكومة الجديدة لكن على الرغم من تفاؤل الحريري تبقى الأنفاس محبوسة لتذليل كل العقابات المتبقية سريعا خصوصا بعد حل عقدة تمثيل النواب السنة القريبين من حزب الله إذ أعلن اللقاء التشاوري الاتفاق على تمثيلهم بوزير واحد فقط في الحكومة القادمة قدمنا أربع أسماء وهم في عهدة فقامة الرئيس واحد منهم هو الأستاذ جواد عدر إذا وافق فقامة الرئيس يصبح جواد عدر هو ممثل اللقاء التشاوري في حكومة الوحدة الوطنية حصرا اللقاء التشاوري سيلتقي رئيس الجمهورية الذي يصر على تشكيل الحكومة قبل مطلع العام المقبل لكن مع ظهور المخرج لحل مشكلة تمثيل اللقاء التشاوري برز كلام عن عقدة تتعلق بوزارات حركة أمل التي يتردد أنها تفضل البيئة على الإعلام لكنها عقدة سيسهل حلها سريعا على الأرجاح ترجمة نانسي قنقر